ضبعة ايه يا جدعان اللي خايفين منها انا بعد ما شفت المسلسل فيه جنب بيتنا مصنع اسمنت لو شفت واحد بشنب بس دخله هعزل في يوميها مادنس في مسلسل ترنوبل القصير بنتعرف على تفاصيل الكارثة النووية الكبرى اللي حصلت سنة 1986 انفجار غير مفهوم في البداية في المفاعل الرابع في منشأة ترنوبل النووية بيفتح تحقيق طارق كبار المسؤولين في الحكومة بيميلوا للاستهانة بالحدث ولمعاملته كحادثة صغيرة سهل جدا تجاوزها الكل ميال للاتجاه ده باستثناء العالم النووي فالري لجاسوف اللي بيؤكد ان الشواهد الاولى ملهاش الا تفسير واحد وهو اننا في بداية كارثة نووية كبرى وان سيناريوهات الضمار والمأساة حتكون واسعة النطاط والمطلوب لتفاديها هيحتاج شغل كتير وموارد كتير ومن هنا بتبتدي العملية المعقدة تحت اشرافه بالاشتراك مع بوريس شيربينا نائب رئيس الوزراء لاحتواء التسريب الاشعاعي وانقاذ ما يمكن انقاذه من الارواح والموارد ظروف العمل صعبة والرقابة السوفيتية للتحكم في خروج المعلومات اصعب فيا ترى ايه اللي حيحصل بجانب البعد اللي بنحدد فيه اذا كان اي عمل درامي حلو او وحش فيه بعد تاني بنحدد فيه ما اذا كان مهم او لا وده بيحدد المنهجية بتاعة مراجعة الناقض واذا كانت حتميل اكتر نحية المعاني ولا نحية الاعتبارات الفنية والتقنية لما بقول مهم مش قصدي انه يبقى له اعتبارات كونية او بيناقش مصير الانسانية راتاتوي على سبيل المثال بالنسبة لي انا عمل مهم وممكن اعود اتكلم عنه لساعات بدون ما اتطرق لاي جانب فني او تقني ودي الاعمال اللي بتخلينا نفكر وبتخلينا نحس بتخليك عاوز تركنها هي شخصيا على جنب وتتكلم اكتر عن المشاعر اللي اكتاحتك لما شفتها غاضب حزين منبهر مصدوم مرعوب 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 مسلسل تشرنوبل مسلسل انساني جدا بيصمم انه يرجعك للجوانب الانسانية كل ما يحس انك هتسرح منه دايما بتشوف كل حدث مهم من عينين الناس بتشوف الكارثة وهي بتحصل في البداية من عينين الناس العادية وبنفهم ابعاد هولها من خلال النظرات المرتعدة لعالم بيحاول يقرأ ما بين سطور تقرير بنشوف انتهاك البراءة من خلال التعبيرات المضعورة بتاعة راجل بسيط وبنشوف التصميم المهني من خلال الوجه الصلب لمحققة بتستخرج معلومات من ضحية بتعاني من ابشع انواع الالم في مسلسل تشورنوبل احنا دايما بيتم تذكرنا ان دا تمن الاكاذيب بس بتترك لنا الحرية عشان نحدد ايه هو سبب الاكاذيب دي يمكن دي اكتر حاجة اذهشتني واكتر حاجة خوفتني لان طريقة استيعابي للاحداث متنسقة جدا مع ايماني الشخصي وهو ان الشر قضية منظور لو شفت عمل شرير من منظورك فغالبا فيه واحد تاني من المنظور المقابل شايف الخير اللي وراه وفي ايه في الدنيا مرعب اكتر من حد في منصب قوة بيستهين بحياتك لانه شايف ان هو دا الصالح العام كارثة شرنوبل في تقدير الشخصي ما هياش في الجزء المتعلق بعطل نووي حصل في التاريخ كله مرتين بس ولكنها في تخيل الامور اللي بتمس حياة البشر في كل ساعة من كل يوم وبتتعامل بنفس الطريقة انا قررت في البداية اني احط تركيزي في اهمية ومعاني مسلسل ترنوبل لان الحقيقة ما بيحصلش كل يوم اني اتفرج على حاجة تخليني احس بحاجة ولكن دا طبعا ما يقللش من تميز المسلسل في الجوانب الفنية والتقنية كل حاجة تقريبا في درجة المثالية لا بجد كل حاجة مفيش اي فايدة اصلا من اني احاول ادخل في التفاصيل ولكني عاوز اثني وبشدة على التميز في الماكياج وبالتحديد طبعا استعراض اثر الاشعاع النووي على الناس في مراحل المختلفة حاجة كابوسية الى ابعد الحدود لو حضراتكم لسه ما شفتوش المسلسل دا فانا انصحكم من كل قلبي انكم ما تشوفوهوش قبل ما تناموا على طول او بعد ما تاكلوا على طول عارفين الوقت اللي عادة بيكون عندكم حاجات اهم تتعمل فيه دا اهو دا الوقت الانسل وعلى الجانب الفني لازم طبعا اشكر في الاداء التمثيلي وكمان مرة مع توضيح ان دا مسلسل رائع على مستوى الاخراج والتصوير والمونتاج والموسيقى والديكورات والازياء والمؤثرات وكل حاجة وبكل تأكيد مسلسل رائع جدا على مستوى الكتابة هو صحيح بيستعرض كارثة وبيركز على التأثير السياسي ومساهمته في جعل الامور افضل او اسوأ ولكن في نفس الوقت قصتنا فيها خطوط كتير خطوط المأساة وخطوط التضحية وخطوط التعاطف وخطوط الغموض والاثارة كمان في التحقيقات اللي بتحاول تحدد هو الانفجار دا حصل ليه اصلا وكل الخطوط دي بتتحرك بشكل متوازن ومثير للاهتمام يمكن بس عندنا مشكلة ايقاع صغيرة في الحلقة الرابعة وعلى الرغم من ان دا كان ليه سبب درامي وجيه بس برضو حسيت زي ما نكون دوسنا باز كده ورجعنا تاني في الحلقة الخمسة ولكن الاداء التمثيلي حاجة تانية ومعا تصميم الشخصيات والواقعية في تقدمها ومقصدش مدى قرب الشخصيات دي من الشخصيات الحقيقية رغم ان فيه ناس كتير اثنت على النقطة دي ولكن اصلا دا ما يهمنيش انا بتكلم عن قابلية الشخصيات دي لان المشاهد يصدقها وبعيدا تماما عن الامور السطحية يعني مثلا انا بحترم المسلسل جدا عشان قرر يبعد عن اللكنة الروسي التخينة دي اللي هي تقريبا مقررة على كل الشخصيات الروسية في الاعمال الامريكية سر واقعية الشخصيات في المسلسل في تقديري الشخصي هي كيفية تقديم الابطال والاشرار وكل الشخصيات اللي ما بينهم المسلسل بيحتفظ بالبطولة النبيلة المطلقة لشجاعة الشخصيات اللي على الارض الناس اللي خطرت بحياتها ببساطة لان مفيش اي حد تاني يقدر يعمل اللي هما المفروض يعملوه غير كده عندنا شخصيات طيبة بنوايا طيبة ولكنهم بيعانوا عشان يتخطوا مخاوفهم وناس جهلة في مواقع قوة بيتسببوا في الاذى الاكبر رغم انهم لسه من منظرهم حطين الصالح العام قبل اي شيء التباين ده في اوضح صوره متقدم في دورين البطولة اللي جسدهم جارد هارس وستيلان سكارسجورد صراعات فالري ليجاسوف واضحة في كل لحظة هو عارف ايه هو الصح وعارف ايه هي الحقيقة ولكنه بيعلي صوته بس لما بيتأكد ان مفيش اي حد تاني مستعد يواجهها وان مفيش اي حد في الدنيا يقدر على تمن ده شوفنا ده في تكسيد هارس حتى في اللحظات اللي بيستعرض فيها اقصى درجات الشجاعة يعني لما اقول لحضراتكم ان في واحد رزع على الترابيزة عشان يجذب انتباه مجلس الوزراء السوفيتي في اقصى اوقات جبروته هل ممكن تتخيلوا ان دي اكتر لحظة بان فيها مدى خوفه وتردده اداء تمثيلي من زمن الاساتذة بكل تأكيد وعلى الجانب الاخر بوريس شيربينا بيبتدي من النحية التانية تماما ممثلا لكل ما هو قوي وجاهل ولكنه مش بالضرورة شرير وبس بتجربة خسارة كل شيء بيبتدي يشوف تمن وجود ناس زيه لسه برضو بيعبر عن الخوف لان مفيش اي حد في المسلسل كله اكبر من الخوف ولكن بنشوف في اداء سكارسجارد الخوف بتاع شخصية قوية لازم تشوفوه عشان تقدروا يا جماعة شخصية اولانا كوميوك اللي جسدتها ايملي واتسن هي الشخصية الوحيدة الخيالية في مثلث البطولة وهي بتمثل كل العلماء اللي اشتغلوا مع فالاري لجسوف اثناء الكارثة ورغم انها بتمثل اقصى درجات الجرأة والتصميم على نشر الحقيقة ولكنها لسه برضو في بعض اللحظات سياسة الخوف بتتمكن منها ثلاثي ادارة المفاعل النووي مبهر في اداءه اول مرة اتعرف على مفهوم الكارزمة المنفرة زي ما قلت في البداية ده مسلسل انساني جدا وعمره ما كان حينجح في التصنيف ده بدون ما الناس اللي فيه يجسدهم ممثلين من الطبقة الفاخرة وهم في افضل احوالهم في العادي انا ما باهتمش بشرح اي مسلسل او فيلم بتكلم عنه وما بحطش في اولوياتي تفسير معني ولكن العمل المهم بيسيب جوايا مخزون من المشاعر ورغبة في اني اشاركها مع الناس ولكن على كل الاحوال طريقة استيعابي لمسلسل ترنوبل ما هياش الطريقة الوحيدة اللي هو يحتملها ده عمل متعدد الوجوه وللمشاهد مطلق الحرية في انه يشوفوا بالطريقة اللي يحبها الطريقة اللي ليها معنى بالنسباله واللي بتحرك جواه اكبر قدر من المشاعر تقييمي لمسلسل ترنوبل القصير هو تسعة ونص من عشرة ومشكلتي معاه هي موضوع اقاع الحلقة الرابعة ده في مناقشة الحلقة محتاجين الناس حريفة المسلسلات بقى ايه هي اكتر المسلسلات القصيرة المرتقبة فيما تبقى من 2019 ياريت تساهموا معانا في القومنز ياريت تعملوا شارو ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباي باي اشتركوا في القناة